جدل جديد في الأسواق بسبب عدم توفر الدواجن بعد أن ارتفعت أسعاره وإن توفر فأنه يتوفر بأوزان قليلة غير مرغوبة ليكتشف المواطن تحايل شركات الدواجن بتقطيع الدواجن ذات الأوزان المرغوبة وبيعها مقطعة كونها غير مشمولة بالسقوف السعرية كذلك تحديد دجاجتين لكل مواطن فيما ابتلعت وزارة الصناعة والتجارة طعم الشركات رغبة ورهبة وأبقت الدجاج المقطع دون تسعير والله على هواء ما بدنا يعني كيلو متين كيلو ثلاثمية زي هيك هذا المطلوب إنما الكيلو مش مطلوب بالمرة خالص نهائيا فيش شيء هالوقت ما في شيء روح لف المحلات كلهم فيش ولا إش ما بتلاقي شيء أبداً وفيش بيبعوا بلرتين وعشرة وش بلرتين وعشرة يعني نشكلها واحد فيش شيء ما فيه يعني حاولت تون أجي أخد إيدي ولا إبني ولا إبني للتاني ما فيش شيء ما أعطنيش إلا غير تنتين إلى أكثر من ساعة ونص قاعد بالشوارب أدور على الجاج ما فيه جاج بتاتا بتاتا ما فيه أجينا بقول لك تنتين بس وشفت أسلوبه كيف يعني بتحس إنه هو الوحيد اللي عنده جاج بس هاي كل القص من الساعة تسعة لغاية الآن كل نزيل ما فيها جاج طبعا أنا عندي عزومة وبدي أشتري 12 جاجة ما بوعنيش غير غصب غصب عشان زبونة عندي أعطاني أربعة بس فيش ما في عندهم قولك ما في زبون إلا جاجتين طب جاجتين بدنا عندنا عزومة دنيا رمضان مزبوط ولا لا ما فيه ما فيه ما فيه بضاعة بعدين أسعار كثير عالية إحنا هادم استغربوا لهذه الدرجة إحنا بشهر رمضان عنه بتكون الأمور عنه وصلت استهلاك المواطن زاد عن الأمور الطبيعية لا بالعكس يعني الأمور إحنا إنكن حتى أقل من الأيام العادية بس للأسف حتى الدجاج النتفات أسعاره كثير عالية يعني دينارين بطلبوا عنه بطلبوا بالكيلو هنا عندك يعني اللول حكومي يعني حطت صقف سعري للمنتج يعني فيه تغول كبير من التجار وهذا للأسف يعني هاد دليل عنه ما فيه رقابة على الأسواق يعني والله يكون بعون المواطن أولا واخيرا أغلب الأمكانة مقطوع الجاج ما فيه جاج نهائيا واللي موجود عنده ببيع بليرتين ونيره ثمانين ونيره خمس ثمانين يعني بغلاء وحجم صغير يعني ما بدي بالواجب والمزارع يعني المزارع بقول لك هو اللي بتحكم فينا يعني وما فيه رقابة على المزارع ما فيه رقابة نهائيا يعني ما حدا منتبه لهذا الموضوع نهائي الحكومة حددت دينار وخمس وستين وهم بقول لك ما بتوفي معنا هم قبل رمضان بسبوع كانوا بيعو بدينار وثسعة وثلاثين مضبوطة دينار وثلاثين كمان لتصديق لكلامي فهو هذا شهر الخير مفروض الأسعار تنزل مش ترتفع فهذا اسمه استغلال آه نفس الأوزان نفس الإشي حتى المزارع نفسه بغزن على محلات كلها فيه أسعار متقفاوتي فيه دينار وخمس وثسعين فيه دينارين فيه دينار وخمس وثماني الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك حسين نعموش قال إن الجمعية تلقت عدة شكاوى من المواطنين بسبب عدم توفر الدجاج في الأسواق وإن حصلوا عليه يتوفر بأوزان قليلة لا تسعف استخدامات المواطن موضوع الدجاج يعني أرق الجمعية خلال هذا الأسبوع ويومياً إحنا متلقى جمعة من الشكاوى من عدم توفر هذه المادة سواء في العاصمة أو المحافظات طبعاً إحنا تحليل الجمعية بأنه سبب انقطاع هذه المادة هو عدم توريد دواجن طازجة من قبل الموردين خاصة الشركات الكبرى أنا أحدد الشركات الكبرى صغير المزارعين أنا حتى بشوفهم مظلومين يعني إحنا واقفين معهم وإحنا على الفكرة بالجمعية مع الموزارع أنه يظل واقف على رجلية لأنه إذا ينتج وظل واقف على رجلية بتظل المادة متوفرة من هنا أطلب منوزار الصناعة والتجارة أن تدخل يعني وأن تنشر فرقها الرقابية لتعرف الحقيقة بأن هناك دجاج يباع بدينارين على أنه طازج وهو في الحقيقة دجاج مجمد وإله مرات فيه شهرين وثلاثة وأربع شهر لذلك كمان صار فيه إحجام من بعض المطاعم عن شراء هذه المادة لأنه صار فيه زي ما شفنا بتصريح حتى لنقيب المطاعم أنه فيه يعني كمية البيع أقل بالمطاعم بهذا الوقت لذلك هم يوجهوه للمولات حتى يبيعوه أنا بقول مسألة أخلاقية أكثر ما هي تجارية يعني التاجر مطلوب منه في هذا الشهر الفضيل الذي التاجر يصل للتراويح يصل للفجر وهذه العبادة يعني عبادة يعني ربانية بس لازم يرافقها عمل بين التاجر كما يتقل بالمستالك الوضع صار صعب حالة انفلات كبيرة في الأسعار الأمور يعني لا تطاق على عين المستالكين شكاوى عديدة من المواطنين بسبب عدم توفر الدواج خلال الأيام الحالية خاصة وأن الاستهلاك يزداد خلال شهر رمضان المبارك ليجتمع عليهم مشقة الصيام ومشقة الفقر وتلاعب الشركات وعدم مبالاة الحكومة